برئاسة رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري عقد في توكيو اجتماع اللجنة التوجيهية لتعاون منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الانتوساي مع مجتمع المانحين وقد شارك رئيس ديوان المراقبة العامة في اللجنة بصفاته رئيسا لجانب منظمة الانتوساي المملكة ممثلة بديوان المراقبة العامة ترأس جانب الانتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الانتوساي والمانحين بصفة أن ديوان المراقبة العامة يرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالانتوساي ناقش الاجتماع سبل ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية وآلية دعمها ومساعدتها للتعامل مع الصعوبات التي تواجهها في سبيل تنمية قدراتها وقد شارك في الاجتماع عدد من رؤساء وممثل الأجهزة الرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة بالإضافة لممثل الجهات المانحة إنه لشرف لي أن أعمل مع دكتور العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية فبينما نقود جهود من جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للمحاسبة للعمل مع المجتمع المانحين للمساعدة في توفير الدعم للأجهزة العامة للمراجعة الحسابية في جميع أنحاء العالم خاصة الموجودة في البلدان النامية والتي تحتاج لدى عزيز قدراتها